السلام عليكم احبابيكم فيديو جديد على قناة وصفة سلمة الفسية هذا الفيديو هذا ان شاء الله سوف نقدم لكم هذا التاكوس المزيدي على طريقة للي مما طريقة تحضير هذه البطاطاها بلي بوتايتوز على طريقة المطاعم خليكم معي نبدأ بتحضير البطاطاها الأولى او البوتايتوز كيف تشوفوا نزبلها بدلت شوية الملحة ملحة صغيرة الخرقوم اولى الكركم ولبزار او الفوفل الاسود قدروا تستعملوا التوابل اللي عجبكم اللي بويتو اللي كتفضلوها اه انا كنماريكم يعني التسبيل اللي كنعتمد في هذا الوصفة هذه وشوية البابريكا اولى تحميره انا غريضي نزيد الخردل اولى المتعد مالقة كبيرة ضروري وغدي نحكي ثلاثة ديال بصوص ديال التوم اللي عنده التوم بودرة يديرها مزيانة انا ما توفرتش عندي در صغيرة شو ما عادية هكذا ترية اه توم بودرة كدش احسن ما كتعتش داك يعني ما كي يبقوش بينين داك القطاع ديال التومة بينين وغدي نخلط العناصر مع بعضها مزيان احتى تشرب لي البطاطا هات التوابي الكاملين من بعد غدي نديرها باش تشور في الكسكاز وحد خمسة ديال دقائق وحد من بعد نقدرون نقليبها كيف ما شفتوا انا هنا غدي ندير البطاطا ديالي كاملة في الكسكاز ها الطريقة هادي نوزعها لجميع الجواني والاطراف باش يدخلها الطياب ونغطيها ونخليها خمسة ديال الفاير هنا كيف كتشوفوا غادي ندوز باش نوجد دجاج ديالي ندرت هذي المقلات هذي فوق النار وش فيا ديال زيت المائدة وغادي ندفلها قطع الدجاج وش كتشوفوا انا قبض طوق يعني سطر الدجاج قبض طوق وقطعته لشكل طولي رقيق يعني على شكل شرائح طولية وش فيا ديال الملحة سنجبيل أولا سكينجبير وغادي نخلط الدجاج مزيان مع هاد ثابابين اللي قلت له ونغطي ونخليل ندخلط طياب على نار مهيلة هنا من بعد يعني تجاج الطابليم زيان ونشوف من ذاكلمات طبيعية ديلو من بعد يعني التحريك المستمر واحد عشان ديال دقائق كان موجود هنا غادي نسيد كاز ديال الحليب مع مالقة كبيرة ديال نشا على هدجاج هذا ونخليه واحد دقيقة ونبعد غادي نطفيله هنا كيف كتشوفوا الحليب مع انشا اعطاني ذاك ذاك ليفي كريمي او ذاك القوام يعني اللي كريمي نزيد ججب طاطات اللي قليتهم من قبل على شكل يعني فريد مشي مشي قطاته مربعة اولا قدرته فريد وغادي نخلط الكل ومن بعد نطفي وغادي يكون اه الحشوة ديالي موجودة هنا عندي خبز انا شريته اه يعني هنا هي من المحلات التركية كان شريه موجود وغادي نبدأ باش نوجد الحشوة ديالي باش غادي نعمرهم كيف كتشوفوا انا دهنت بشوية ديال المايونيز سلصة المايونيز ثم تقدروا تستعملوا السلصة اللي يجب انتكون او لا تقدروا تديروا الجبن تقدروا تستعملوا اي جبن كيجبون يدهنوا به وغادي ندير الخريط لي وجد ديال الدجاج وديال البطاطة المقلية على الطريقة هذي دوما بغا تزيدوا اه مثلا سلطة اه خضراء قبل تزيدوا اه طماطم او لا ما تيسا درو انا كيجبني هكا ولداتي كيبغلية على الطريقة هذي انا اخذت اه جبن السندويج ولا دي الجبن هذا المربع ونقسمه على نصفين وقدروا على الطريقة على شكل طولي وغادي نبدأ اللف في التاكوس ديالي افكا تشوفوا ومن بعد ما غادي نكمل من اللف ديال وغادي ندوزه في الاعلى ديالبانين هنا اه درت الزيت باش تسخن باش غادي نقني البطاطة ديالي بعد ما فورتها كيبك تشوفوا فورتها غير حمسة دقايق باش من بعد اه ما تاخدش لنا الوقت بزا في اله في القلي القلي ديالها حاولوا انه يكون الزيت بزا في كمية اه وفيرة باش البطاطة تغطى بالزيت كتجي رائع هاد البطاطة البنت تنصحكم انكم تجربوها غادي تعجبكم غادي تعجبوا لي داتكم انا متأكدة لانها كتجي لديدة وما فيها باش تفرحوا ليداتكم هالكاميرا ما ربش حبيجة بسيطة وكتفرحهم وكتجبوه هنبتكو زيالين بعد ما وجدك تشوفوك يجراء على الشكل كريمي والبطاطة كذلك بعد ما طيبتها ورافقت بالسلسة المايونيز بسرسة الجزائرية والحصصة الجرن كتبت لنا فيديو ديوليوكم وكتبت لكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة